المجتمع ده فيه خير نعرف السودانين ده الكتار فيه خير لكن منول بنبه منول ببصر شرك توغل وانتشر ودعاة الباطل ينشرونه بين الناس ومن اسوأ ما قام به اهل الشرك في هذه البلاد دعوا الى الشرك واصلوا الشرك وخدعوا الناس بقصص اوهام وحببتي حصل ليه وجدي حصل ليه ومشت الدعا ورقة خطتة في الحيط الخاتم بعد راح جراجع راجع وغنما يتيجى ابوها ناس يجيبوا في الغنم وفي غيره نشروا الشرك واحد الثاني قفلوا باب التوحيد اي زول اتكلم في التوحيد بيقول لهم ده زول نبز زول هم نبز اللي بيقول الله كريم بيقول الله رحمن رحيم خلوا الشيوخ نادوا الله ده زول النبز اذا ده زول الكعب السمح يا اتو اذا ده الكعب والله بقول لك ومن احسن قولا من ده زاته ومن احسن قولا من من دعا الى الله ويته بتقول ده كعب وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فالناس اجمع الدعوة ده زول يخدها في الرقب ما يقول فيه شيخ فلان قاعد في البلد وفيه طالب العلم الفلان قاعد وما شاء الله النازل قاعدين بالدعوة شارك في الدعوة شارك تقدر تتكلم الحمد لله تقدر تصعد المنابر يصدع بالحق وخلي القوي فيه يصدع بالحق صاح مع الرحمة والرأف بالناس والتلطف والرفق الى اخره والمدعو ده يحس انك الته ما جاي تنتغم فيه التجاي دار للخير دار تسوقه من الشر ودار للخير وتبين التوحيد باحسن اسلوب الناس الطماطم بيرشوا فيها سواها زي المندية هي واسخانة ساي يرشوا فيها طماطم بالناس صلصة وبلبلة اتزول التوحيد التوحيد ده تقدم الناس احسن شي يا اخي احسن احسن الله احنا لو بندعو للشرك ما كان تعبنا نقعد نسواها حجة ابوه الشيخ وضرب الحجر تمساحه قلبه حجر وانت ما تقلب الحجر التماسيحه تعال سوي لك حديقة خج الناس ذات تلقلك قروش تعارب بس ما لقيت فكي بتعخير كلهم بتاعهم مضرة عتود قلبه حجر كلهم بتاعهم ضرر انت ما تقلب الحجر عتانه بيه انفسوق ذاته اللي عام ده غاليات تقلب في الهناس وكل بلاو يا اخو مصايب الناس دي تعرف التوحيد تنشره بين الناس قدرت المنبرة الحمد لله ما قدرتها ما مشكلة ولدك في البيت وردت وحيد قل لك ان انقلبت السفنجة ما تخاف منا ما تقول السفنجة كان انقلبت معنا حوالب تنقلب وره قل لك ان جاتك التاحة ما تكذب ما تقول محمد معانا ما تغشانا ده كذب زي كذب استعين بالله سبحانه وتعالى ولمان عربية جاءت انقلب ما تنادي الفكه والشيخ نادي الله سبحانه وتعالى يا ولدي خليكم واحد خليكم يقينكم في الله تمام توكلوا على الله ما تعلقوا حجاب ما تعلقوا كمون ما تعلقوا وراق ما تعلقوا كذا ما تعتقدوا في كذا خلوا عقزتكم في الله تمام دي صعب يا جماعة ورّي أولادك في البيت ورّي أصحابك كان الله وفاق اشتريت كتب نافع والزعب ان الناس يتداعية التداعية وانحنا ما ذارين الزول يا جماعة اكتفي بالاستقامة لنفسه بل يبصر شنو غيره يبصر غيره يا كمّر يا أخا الليلة في الموت لآخر لحظة تنادي في الشيوخ كمّر ليه في الإزعاف تكورك يا فلان ويا ناس فلان وكذا لما انتلاقي الله وهي بتنادي في فلان والله قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم لحظة ديك صعبة لحظة ديك صعبة قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وينون البتنادون ملائكة بيسارون في الموت وينون البتنادون قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين دي أشد شهادة تقول من أشد أنواع الشهادات تقول أنا كنت كافر وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها خشوا النار يشكلوا جوا ويتلاعنوا وقالوا في الآيات الدين في سورة الأعراف في سورة صاد وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الآشرار قال ابن كثير هذا كأبي جهل أبو جهل يقول أين بلال أين ابن مسعود كنا نعدهم من الآشرار ها شايفين نفسهم علي حق أو شايفين نفسهم كويسين وديل الصحابة كانوا أشرار يدحل الليلة كثير من الناس عقيت في البشر وشايف كنت زول التوحيد زول شر وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الآشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار عليك الله النار دي بتتحمل خصومة ما عذاب دا بعد دا شكله جوه النار وزولة سينا ساكن عمارة إنه مشكلة كل يومين بيبشي المحكمة تعبان خلي جوه نار جهنم وشكله نازل كلما دخلت أمة لعنت أختها ولذلك يا جماعة نحن والله إذا قصدنا يعلم الله الله يتقبل الناس دي كلها تشيل دا عودة التوحيد استدل كم نفر الله يتقبل منك وكل كن لو أي زول اشتغل توحيد في النسوان ما حارموا في البيت وفي غيرهم ذاته لو لقاهم في مجمع ودوه فرصة تكلم وضوابط شرعية وغيرهم الشباب والرجال والكبار والصغار الزول أبو تلقاه عيان الدربات مركبة وعلامات الاحتضار تظهر عليه دا أعظم البر تلحق أبوك هنا تلحق أباك تلحقه في آخر لحظة يا أبا الله كريم يعني تخليه موته ويحسن الضم بالله تخليه موته وعلى التوحيد يا أبا ما في شيخ بينفع ما في كذا ما في كذا ما في كذا 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 إلى آخره والله واحد يتكلم في التوحيد قبل كم سنة أذل أسه الله يهديه أذل يتكلم في التوحيد قبل كم سنة كان عندنا معاو صحبة في الحصيصة وجهك ليه الكلام دا أنا ما حضرته في رمضان يتكلم بعد الظهر في التوحيد قال لينا ما خليت مسألة من مسائل الشرك ومسائل التوحيد بعرفة اللي تكلمت فيها في الحصيصة في رمضان المسجد طبعا في الظهر شنو ما لأن قال ليه والله انتهيت جزو الكبير في السن عمك كبير يشوك في الناس قال ليه زول كبير يشوك في الناس قال أول ما وصلني خدت راسه في صدري وقاعد يبكي قال عمك كبير قال ليه انته وين من زمان قال ليه وين من زمان لا تمشي ليه فكيه شوف ليه الجنة ما عنده شي ما عنده أنا أقسم بالله واحد في السلمة قال ليه خش الحلقة إن أنا حلقة كان الله يتقبل خش الحلقة قال والله يا جماعة أنا كنت أشرب كباية بذكر كنت أشرب كباية ما شات له الفكيه أصيب كنت أشرب كبايتين يعني ذا جاي كحلة شنو عمان إذا صح التعبير يعني ما أقول ليه يا أخي فكيف بتاع الشنو يا أخي الهداية بيد الله قال تعالى في سورة يونس قل قل أنا والله والآية دي شفتها عجيبة مرة واحد أي زول يقول لك ده صالح وده زول العابد وده عنده مكان عند الله أقرأ للآية دي شوف الآية ده عجيبة كيف قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قال بملك الهداية منه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنت بتعتقد في الشيخ ليه الشيخ مهتدي الشيخ صالح وأنا دارد قرر رب لي الله الله دي ما دائرة ألا لله الدين الخالص الله دار دين نظيف لا فيه شيخ لا بخرة لا محايا لا حجاب لا تراب لا كله نظيف تمش له كذلك يا الله براك بس سبحانه وتعالى قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق الجواب لا قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون دا صالح صالح كيف البقاءه صالح منه الله سبحانه وتعالى هو الصالح دا بيقدر يبقي غيره صالح لا ما بيقدر وما كنا لنهتدي لولا أنهدانا الله والزول ما بيقدر يهتدي براه خليه اهدي غيره طيب أفمن يهدي إلى الحق قال ابن كثير الله تعالى قال أفيعبد العبد الله الذي يهدي إلى الحق أم يعبد عبدا لا يهتدي إلا أن يهديه الله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي يهدي قال ابن كثير أصلها يهتدي يعني دا اللي اهتدى دا ما قادر اهتدى اصلا الا بعد ان هداه الله افمن يهدي الى الحق يا حق وان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى يعني اما لا يهتدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وبعدين اخل القرآن دا واضح قالك من عمل صالحا فلي نفسي ومن اساء فعليه الحسن البصري قال قال ابن ادم يعني ابن ادم ذنبك ذنبك يعني احذر ذنبك ذنبك انما هو لحمك ودمك لو ان الناس والله كلام الحسن دا عجيب من راحت قال لو ان الناس كلهم عصوا الله واطعته انت ما ضردك معصيته ولو ان الناس كلهم اطاعوا الله وعصيته انت ما نفعتك طاعته خلقت وحدك تموت وحدك وتبعث يوم القيامة شنو وحدك براك بتقوم داك بيقوم ويومو براه انت براك ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدى وكلهم اتيه يوم القيامة فاردا